انه هنشرح الوردة التانية بشريط الستان العريض الفيديو القبل كده شرحنا في الوردة دي دي الوردة التانية لنقدر نعملها بشريط الستان العريض سواء السنتي ونص أو السنتي. دلوقتي الباترون بتاع الوردة عبارة عن دايرتين دايرة صغيرة والدايرة الكبيرة. هنبدأ اول حاجة نشتغل على الدايرة الصغيرة. هنيجي هنعمل آآ وردة عن كبوتية في الدايرة الصغيرة ودي شرحناها قبل كده بنقسم الدايرة الصغيرة لخمس اجزاء كده بعد لما آآ حددنا الدرقة الصغيرة خمس اجزاء كده بالخيط بيكون الخيطنا آآ قريب من درجة شريط الستان ويحضر شريط الستان في الابرة. ده شريط الستان العريض ده السنتي. تقدروا ان تستخدموا كمان السنتي النص بس اللون المتوفر معي دلوقتي من اللون البنك اللي هو السنتي. تقدروا ان تستخدموا زي ما قلت لكم السنتي النص. هنيجي عادي زي اي وردة عن كبوتية. بنجي كده بنخرج من اي حتة كده. بنفروع. هه هدخل تحت خيط. بروحه كده. وبسيب اللي بعده. وانا كده بدخل تحت. اللي بعده. هو عملتها زي اي وردة عن كبوتية. بندخل تحت خيط وبنسيب الخيط اللي بعده واهدد. بس كده يعتبر خلصناها. هبدأ بقى ايه امدخلها عادي. من جنب كده. كده خلصنا الجزء اللي في النص. خلصنا الجزء الاول من الوردة اللي هي الدائرة اللي جوه. هنبدأ نشتغل على الدائرة الاخيرة اللي هي اللي برا. هنملاها كلها في روع الشجر. يعني بص هنطلع كده. من جوه كده من عند الجزء اللي جوه. باطلع براحة. وبفرج كده. شريطي الساتين زي ما عملنا فرق الشجر قبل كده. وبدخل عند نهاية الدائرة هشوفها فين. وبدخل بالابرة في شريطي الساتين بالشكل ده. وشدت بس بالروحة وما شدش قوي. ما شدش فرق الشجر قوي. اعمل واحد جنبه. اعمل فروع شجر. جنبي بعض. لحد ما الدائرة كلها وتخلص. كده. ده كده شكلها النهائي شكلها جميل وسهل جدا ما بتاخدش وقت. يا رب يكون الفيديو عكبكو. استفدتم منو. متنسوش يشركو في قنواتي ولايك للفيديو. وشكو الفيديو تاني إن شاء الله.